نهارك حلو لا عم نتضحك لأنه بدي يقول أول شي صباح الخير لكل حدا اللي عم يشوفنا عبر صفحتنا على الفيسبوك يسعد صباحكم جميعا صبحي عليكم غاليا يسعد لأوقاتكم يسعد لصباحكم المستمعينا وأصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك الليلان ليش عم تضحكي عم نضحك أنه أنا ولياس دائما فيه تخاطر بليناتنا عم بعد أنه منلبس نفس الألوان يعني كتير بتصادق ولبسين جمزات نفس الألوان يعني عن جد تجيني الضحكة وقت فوت على الستيديو يعني بقول أنه كأنه متفقين يعني والله ما من نسق هذا الموضوع ما من نسقه ولا منشتري لتياب من عند حدا معك أكيد نيسد لأوقاتكم يا رب وصباحي كيفك؟ نشكر الله الحمد لله كيف كانت أجمع والصباح معك؟ حلوين كتير مبارح كانت حلقة عن توقعات شهر الشباط أكيد حتنزل اليوم على أزقال راد إن شاء الله يلي ما طابعوك مبارح فاليوم رح تكون موجودة عبر صفحتنا على الفيسبوك طبعا مشكورين كل السوشال ميديا الأستاذ هادي مخلوف وريهام مجر بملاحقة تمكن مواضيع البرامج خلينا نحن نلاحق موضوع تاني واللي هو المهنة يلي بتناسب موليد برج الأسد الأسد اليوم أول شي صباح الخير وينهم موجودين؟ يلا خلينا نشوفهم يلا خلينا نشوفهم على الفيسبوك اجتمعوا الأسود يلا ما في شك إنه مولود الأسد عنده طبيعة قيادية وتنافسية هي بالبداية يعني كطبيعة بالعمل وإنه يشتغل تحت سلطة غيره شغلة كتير صعبة بالنسبة لأله يعني ما بتناسبه أبدا إلا بحالة واحدة لياز بحال إنه هاش شخص يلي هو عم يشتغل تحت سلطة نال احترامه احترامه بيشتغل أما إذا حسوا أقل أو أضعف شغلة كتير صعبة ممكن تصير كتير مشاكل بيناتهم ما بيهون علي لا لا ما بيهون علي هو شخص مولود الأسد شخص صريح وناقد بالعمل ودائما عنده دوافع ليبحث عن أفضل محل وأفضل مكان وبيسعى لأله ما بيحتمل الفشل أبدا يعني مولود الأسد يفشل يعني شغلة كارسية وبيقبل على عمله مفعم برغبة كتير قوية بالنجاح بيرفض إنه يكون مغيب الجهود يعني بحال هو حتى لو كان ضمن نطاق مجموعة مجموعة لازم تكون جهوده واضحة مبينة ومبينة ما بيقبل أبدا يكون مغيب أو مجهول لا أبدا وبيترك الأعمال اللي ما بيحبها لغيره يعني حتى ضمن مهمة معينة الشغلة اللي ما بيحبها بيخلي غيره يعملها يعني ما بيضيع وقته كتير فيها عادة عنده روح قيادية وبيقدر ينظم أكثر الأعمال الصعوبة أكثر مولود عنده قدرة على التنظيم هو الأسد هاي قاعدة يعني بيقدر مولود الأسد يركز على أكثر من عمل بنفس القوة وبنفس القدرة هاي قليل للناس وبنفس الجودة يمكن لبتطلع بنفس الجودة يعني تماما فهو بيقدر كتير ينظم أكثر الأعمال الصعوبة وحتى بيلاقي حاله فيها ليش؟ لأنه بيحس أنه عم يفرد سلطته بطريقة ما حلو أي شغلة بس براف هو بيقدر بهذا الموضوع بيقدر كتير مولود الأسد عنده قدرات كتير كبيرة يعني دايما الشخص لما بيكون فيه عنده يمكن أكثر من شغلة بيساوي شغلة على حساب التالي لا لا هو غير هو غير تماما بيقدر تماما يرتب الأمور على أكمل وجهي يعني عنده إحساس بالمسئولية قوي ولازم يكون لامع بطريقة أو بأخرى خلاص لازم نجمة يكون مبينة لازم يكون عم بالمع يعني أنه هيك يكون عجاء ما بيمشي الحال إذن كل المهن يلي إلي علاقة بالحضور بالضوء بالجمهور بتلاقي مولود الأسد لازم يبين لازم يبين العلاقات العامة مجالات الفن على أوسع نطاق التمثيل بالدرجة الأولى لأنه مو مؤستعراضي مولود الأسد هل في حدا من موليد الأسد بالتمثيل ولا لا أي فيه كتير يعني هاي كتير هلأ فيه بتعرف مين رشيد عصاف أنا بحسه قدير جدا هالإنسان وأدواره منطقة يعني بيشتغله بتحس بيحب المهنة تبعه بيحب الدور يلي بياخده يعني يعني ما له تجاري بينتقي أدواره كتير وبيبرع فيها هذا اللي هلأ خطر ببالي يعني من أكيد من ممثلين مجال التصميم أي أنواع من أنواع التصميم سواء كان الأزياء سواء كان الدكور سواء كان أي شيء أي شيء العلاقة بالتصميم والابتكار بيلاقي موليد الأسد حتى المجوهرات عفكرة من لاقي كتير شو بيقوله مجوهراتي أو من موليد برج الأسد لأنه بيحبوا يتعاملوا مع الأشياء النفيسة هنا ما بيحبوا الأشياء الرخيصة فبتلاقيهم صياغ مثلا بتلاقيهم بيعين أكسسوار أو غرافيك مثلا ممكن يكون أو يكون ممكن غرافيك كوفير آه كمان ممكن يكون بيحب التصميم بيحب التصميم وبيعمل قصات حلوة وبيعمل موديلات حلوة وظاهرة يعني بتبين بتبين دائما وعلى فكرة مولود الأسد إله علاقة بالشعر كتير جد يعني بغض النظر عن المهنة أنه هنين كتير بيحبوا شعرهم وبيهتموا فيه آه هو كشخص هو كشخص يعني بالنسبة لإلهن ما شفت أنت يعني الأسد بحد ذاته قدي شعره حلو فبتلاقي كلمة وليل الأسد عندهم أهتمام خاص ودائما بيعملوا سرعات بقصات شعرهم وبالموضة وبهالقصص هاي طبعا ممكن يكون رجل أعمال ممكن يكون منظم حفلات ومعارض كل شي تحت الضوء بتلاقيه على أكمل وجه بيطلع معه سياسة اختيار رهيب لما وليد الأسد عندهم قوة شخصية وعندهم قدرة على السيطرة وعندهم حزم مجالات الإدارة يكون مدير يكون رئيس يا ويلي وأخيرا التعليم وأنا بشوفها هاي من أهم المهن لما وليد الأسد ليه؟ بيحبوا يحاضروا يا أخي رأي التنظيف بيحبوا يكون فيه نئازات صاغية أنا أقول ليه اللي هو علم التعليم بيجودوا بالسلك التعليمي عندهم إذا كانوا مدرسين جامعيين أو حتى بالتعليم الأساسي تلاقيهم من الأسات زي اللي لا ينسوا ما بيقدروا ينسوهم يتعلموا بذاكرته الشخص يتعلموا بذاكرته الشخص وعندهم أسلوب كتير خاص يعني كيف بيقدروا أنهم يوجهوا طلابهم تعامل مع الأطفال مسألة بالنسبة لهم كمان حلوة يعني بيقدروا بيحبوا الأطفال خاصة فترة المراهقة بيجيدوا التعامل مع موليد الأسد بدستك كتير خاصة هذه المرحلة تمام هلأ من أهم ميزاتهم نهاية يعني أنهم كتير ميالين موليد الأسد للإندماج العاطفي بأي مهنة بيشتغلوها يعني عندهم ما بيقدروا ما يحبوها فكتير من موليد الأسد بيخلطوا بين هواياتهم وبين عملهم ما بيقدروا يفرقوا يشتغلوا شغلة ما بيحبوها بيعدوا بلا شغل وما بيشتغلوا شغلة ما بيحبوها عندهم قدراء بيعدوا فترة طويلة كمان وأنه يساوي الشغل وأنه يساوي شيء هو ما بيحبه يعني وبيجهد حاله بالعمل لحد الإرهاق طالما هو بيحب الشيء يلي عم بيعمله حبيت هلأ بدي يقول صباح الخير ما شاء الله برج الأسد دكتار اليوم بصفحتنا على الفيسبوك بيقول صباح الخير لأبو أسامة يساعد صباحها قام بيقول صباح الخير مادم غاليا صباح الخير له هالإزاء الحلوي هو موليد برج الأسد صباح الخير كمان لبنان بنان عم بتقول صباح الخير ممكن أعرف علاقة الأسد المرأة مع برج الدلو الرجل الرجل. هلأ رح تسمعي أكيد هذا الجواب مع المدام غالية من خلال برنامج لك أورنات بعد شوي. تحياتي للكون جميعا ما شاء الله كل مواليد برج الأسد. موجودين وحاضرين بس ما حدا أيد الكلام اللي حكينا ولا أيدوه. والله ما حدا أيد. ما حدا أيد. ما حدا أيد. لا في حدا أنا شفته كاتب عم بيقول يوسف راسي أبقى تحمل مين بده يشتغل عندي. شكت له من مواليد برج الأسد. شكت له ما بيقدران. تحياتي للك يا مين يا يوسف يسعد لي صباحاك وصباح الخير لكل حدا عم يشوفنا لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك. شكرا للك مدام غالية. وشكرا لحضورك معنا. نهارك حلو.